جريمتهم أنهم أطباء ومسعفون يقدمون المساعدة لمن يحتاجها من مدنيين هذه هي سوريا التي تحول فيها هؤلاء إلى مجرمين في قوانين بشار الأسد فقط لأنهم أسعف أشخاص يعارضون استيلاءه على السلطة منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تسلط الضوء من جديد على قضيتهم هم يعانون، يعدمون في سجون أسد والسبب عملهم الطبي يعذبونهم نفسيا وجسديا ويغتصبون كثيرا منهم ما تسبب بحالات صدمة شديدة وإعاقة دائمة لهم في بعض الأحيان ليس عن عبث تذكر المنظمة هذه المعلومات أصدرت تقريرا حمل عنوان جريمة أنني طبيب اعتمدت فيه على مقابلات وتقييمات نفسية لأكثر من 21 عاملا في القطاع الصحي كانوا معتقلين في سجون أسد بينهم أطباء وصيادلة مسعفون وأطباء نفسيون نزعت منهم اعترافاتهم بالإكراه وتعرضوا لشتى صنف التعذيب من وجهة نظر ميليشيا أسد هم خوانة فكيف يتجرؤون على أداء واجب إنساني تحتمه مهنتهم؟ هم إرهابيون يجب أن ينالوا جزاءهم وليكون كل شيء حسب الأصول يخترع النظام قانونا يحمل رقم 19 لعام 2012 يزجون وفق هذا القانون في محاكمات شكلية يخرج فيها الجميع مذنبين والأسوأ من ذلك صدر حكم الإعدام بحق بعضهم فالغاية دائما الخلاص منهم بأي شكل من الأشكال 914 من الكوادر الطبية قتلتهم ميليشيا أسد منذ أذار عام 2011 حتى تشرين الثاني الماضي هذا ما وثقته المنظمة التي أشارت إلى أن 122 منهم قتلوا تحت التعذيب لا يكتفون بل يواصلون جرائمهم ويعتقلون المزيد منهم في المناطق التي استولوا عليها بما يسمى مصالحات لا سيما في الجنوب يقصفون كذلك المنشآت الطبية بالجملة لإخراجها عن الخدمة وقتل طواقمها والبراميل دائما جاهزة طالما أن لا تنديد دولي أو إجراءات قانونية تنهي هذه الجرائم أو حتى تخفف وطيرتها على أقل تقدير اشتركوا في القناة